اجتماع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع لواء أمير سيد أحمد مستشاري رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ولواء أركان حرب إيهاب الفر رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ولواء أركان حرب إيهاب عبدالله مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية ولواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري بالهيئة الهندسية ولواء أيمن سليمان مساعد رئيس الهيئة الهندسية للتسليح والعميد عبدالعزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق والدكتور طارق الخضيري مدير عام مصنع إبداع للرخام والمهندس أحمد فايز رئيس مجلس إدارة المكتب الهندسي للتخطيط والعمارة صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية وقد اطلع سيد رئيس في هذا الإطار على سير العمل في بعض المشروعات الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة خاصة ساحة الشعب والبرلمان وساحة المعارض فضلا عن التصميمات الهندسية الداخلية والأعمال الفنية المتنوعة لمسجد مصر التابع لمركز مصر الثقافي الإسلامي وما يضمه من قاعات مناسبات ودار القرآن الكريم كما تناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية القومية خاصة مشروعات الطرق والمحاور بما في ذلك تطوير الطريق الدولي الساحلي من مرسمة روح إلى السلوم وتطوير طريق الطور سانت كاترين فضلا عن تطوير تقاطع طريق السويس مع محور شنزو أبي كما تم استعراض عملية تطوير الجارية بمنطقة الرويسات في شرم الشيخ حيث وجه السيد الرئيس بمواصلة العمل على تطوير المنطقة بشكل متكامل وشامل لمختلف الخدمات بما يصب في صالح السكان أضف المتحدث الرسمي أن سيد الرئيس اطلع أيضا على الموقف التنفيذي الحالي بشأن جهود ترميم وتجديد مقامات وأدرحة آل البيت خاصة ضريح سيدنا الحسين حيث أكد الرئيس على أن تشمل عملية تطوير الخدمات والمرافق المحيطة بمواقع الأدرحة بما في ذلك الطرق والميدين والمداخل المؤدية لها اشتركوا في القناة